فهد بداوي البداوي ده عنده إكرام الديف ده بالدنيا فهو أول ما تجوزته سكينة في شقة الجيزة في الأول طبعه إنه كريم يعني؟ قوي بطريقة رهيبة طب وإيه لأيك كده؟ قام إيه؟ مريم حضاري الغداء وطول الأكل الطبيخ والروس واللحم اللي إحنا صبخنا ولا صلح حمام قال لي شو بخيرة طلعي حمام؟ طلعي مش عارسة طلعي عادتاش وطلح حمام وحط أكل مريم اعملنا شيء مش في فنجيلا فرنجي في الكوبات العربية قلت 100% ده قريبه وقريبه ده يلهت وياكل ومفيش كلمة تطلع من بوقه خالص ما بيتكلمش عمال يفضل قبعدين خلص أكل فجاي مروح قريبه ده قبعدين مش هو وراه عند الأسانسور وأنا مشيت وراه جوزي طبعا بنودع القريبه قبعدين راح مطلع ربع جنائد ده القريبه قلت لسمع بقى ده قريبك ده واكل حمامه بتاع بمية جنيه طب ما تديله متين جنيه عشان يشابرق ينتعشى ويفطر بكرة وبتاع قال لها مش قريبه هاي ده السواق طبع اللي جابني من الإزعل هنا تخيالك سواق وام ده راخدم فيه واشويل وفراخه الله بس ده طبع ده طبع حاجات بقى مندي على كثير أرجع من الستودي لاقي فيه أربعين نفر في الصالون جايبلهم كباب لا ميمهم من الشارع ولا من الزبال حاجة كده لأ حاتم الطائي يعني مثلو الأعلى قلت له بص يا فاهل أنا ما ينفعنيش الكلام نعم فخدنا شقةين تمليك فوق بعض قلت له بص أنا فوق وأنت شقة اللي تحت لش أنت بترمي حاجات من الشباك كده بعدين يجي علي ارمي عجران اللي تحت ديك طبع أنا بأقلم الحاجة هو شوف ده العابه الوحيد والله هو مديني ورقة الطلاق بره الشقة ما يحطش رجله هو الشقة بس من هنا ومستقنا وقال لي اسطوري خطأي لو أنا غلطت معاك اسطوري علي كمان أمور وقال لي بديك شي يعني طلعلي فلوس قال لي عقولت له لا أنا بشار شكرا باع الشقة تاني يوم بأي تمن وراح رايح جبل الدروز ولا سوري